تترقب مدينة درعى مصيراً مجهولاً بعد إعلان النظام الأسدي عن ساعات تهديئة بدأت ظهر السبت السابع عشر من حزيران عقب حشود لقوات الأسد والميليشيات التابعة له وصور ضجت بها وسائل التواصل تحضيراً لمعركة كبرى في المدينة إعلان التهديئة جاء بعد معلومات من مصدر مطلع تقول إن وفداً مجهول الانتماء انطلق من مناطق سيطرة ثوار واجتمع مع ممثلين عن نظام الأسد في الثامن من حزيران الجاري ليغادر ظهر اليوم نفسه دون معرفة طبيعة أو نتائج اللقاء السري الزيارة تزامنت مع توقف شبه كامل لعمليات القصف رغم تحليق طيران الاستطلاع بشكل مكثف في سماء المدينة إلا أن الأيام التالية له شهدت عودة القصف إلى أن توقفت العمليات القتالية في الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر أمس السبت ورغم أن الطائرات الروسية أسهمت في استهداف المنطقة مع بداية المعارك قبل أشهر إلا أنها انسحبت وفق مراقبين توقعوا أنها مقدمة لتكون روسيا طرفاً ضامناً للتهدئة بضوء أخضر من الأردن وتأتي الهدنة في ظل حشود من ضباط الفرقة الرابعة في قوات الأسد وأخرى مماثلة من الميليشيات الأجنبية للسيطرة على كامل درع البلد وإثرى ذلك أعلن أكثر من فصيل في الجيش الحر تجهيز قواته لصد أي هجوم محتمل كما شكلت بعض الفصائل وعلى رأسها جيش الثورة وفوج المدفعية شكلوا غرفة عمليات مشتركة تحت اسم رص الصفوف للغرض ذاته وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية محمد المومني شدد اليوم على أهمية اتفاق هدنة الثماني والأربعين ساعة في محافظة درعا الذي أعلن عنه أمس السبت كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالهدنة مضيفة أنها ستحكم على هذه المبادرة بالنتائج وليس بالكلمات ترجمة نانسي قنقر